يجتمع القادة الأفارقة غدا في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي بهدف تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة على وقع تدعيات الأزمة في أوكرانيا واستمرار حرقة التمرد المسلح فقبل ثلاثة أعوام ووسط موجة من التفاؤل أطلق قادة الاتحاد رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة بعد 17 عاما من المفاوضات والمساومات لكن بينما يتوجه القادة إلى أديس أبابا مقرن عقاد القمة يفرض تنفيذ الاتفاق التاريخي نفسه على أجنتة الاجتماعات موضوعات مهمة على طاولة المباحثات في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثوبية أديس أبابا ولعل أهم الموضوعات التي تناقشها هذه القمة الأزمات الأمنية والغذائية المتفاقمة التي أجاجتها النزاعات المسلحة التي تشهدها القارة في منطقة الساحل في غرب أفريقيا وحتى القرن الأفريقي في الشرق بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات التي تسببت في نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم فوفقا لإحصائيات الأمم المتحدة ارتفع عدد نازح جنوب الصحراء الكبرى إلى أكثر من 15% خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعا من 38 مليون و300 ألف في نهاية عام 2021 بالإضافة إلى الأزمات الأمنية تناقش قمة الاتحاد الأفريقي أزمة الجوع التي تفاقمت في عدة مناطق بالقارة بسبب الصراعات وظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري ولعل الصومال من أكثر الدول التي تعاني من أزمة الجوع إذ تقف على شفى المجاعة بعد احتجاب الأمطار عنها لخمسة مواسم متتالية حيث يعاني مئات الآلاف هناك من نقص كارثي في الموارد الغذائية القمة التي يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بجانب رؤساء الدول الخمس والخمسين الأعضاء في الاتحاد سيسعى فيها القادة الأفارقة للحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ولعل من أهم الملفات أيضا التي تدريجها القمة على أجندتها مسألة تنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في القارة الواعدة سألت لي بقعة و Daniel علقة للمتحدة وهو المزولة